الترابيزيس مسل من أكبر العضلات اللي بتوصل بين أجزاء الطرف العلوي والرأس والعمود الفقري وهي عضلة على شكل مسلس وبتغطي جزء الخلف من الرأبة والنصف العلوي للضهر وبتتصل الترابيزيس مسل بالكرنيم عن طريق الأكسترنال أكسيبتال بروتيو برينس اللي اختصارها EOP واللي موجودة في الأكسيبتال بون والترابيزيس مسل بتتصل بالعمود الفقري عن طريق الليجامين تم نوكي والسباينس بروسيس للفقرات بداية من الفقرة العنقية الأخيرة C7 للفقرة الظهرية الأخيرة T12 والأجزاء اللي بتتصل بها الترابيزيس مسل من الأبر لمب هي الكلافيكل والأكروميوم بروسيس أوف زاسكابولا والاسكابولار سباين إبه الأوريجين بالنسبة للترابيزيس مسل هو الأكسيبتال بون واللي جامين تم نوكي والسباينس بروسيس أوف C7-T12 والإنسيرشن للترابيزيس مسل هو الكلافيكل والأكروميوم بروسيس أوف زاسكابولا والاسكابولار سباين ووظيفة الترابيزيس مسل هو إنها بتنفذ أربع وظائف للوح الكتف وهم استابلايز، إليفيت، ريتراكت، أند ديبريسس اسكابولا تثبيت ورفع وإبعاد وضغط الاسكابولا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر